أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تقدير لبنان الجهد والاهتمام الذين تبديهما ألمانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها وخلال استقباله وزير الدولة لشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنن شدد ميقاتي على أن لبنان قادر رغم الصعوبات على النهوض من جديد مؤكدا أن أولويات الحكومة هي تحقيق الإصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية بالإضافة إلى دعم الأسر الأكثر فقرا وتأمين المستلزمات الحياتية لها والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما التقى ميقاتي وزير خارجية كبروس نيكوس خريستو دوليدس الذي عبر عن استعداد بلاده لدعم لبنان في المحافل الدولية وعقد ميقات اجتماعا ضمن سفير الاتحاد الأوروبي والمنصقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان والممثلة الإقليمية للبنك الدولي ومنصق برنامج إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار واستقبل المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغسط آسيا وشرق أوروبا لبرنامج الأغذية العالمي كورين فليتشير وسفير اليابان لدى لبنان أوكوبو تاكيشي إلى ذلك عرض رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحج حسن ووزير المهجرين عصام شرف الدين أوضاع وزارتيهما